بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلاب قسم الأحياء في كلية العلوم جامعة الملك خالد تحية طيبة وبعد معكم أفاهم جير السعيد النهاردة هنتكلم على مقرر الحبليات أو الكورداتة وده مقرر رمزه 252 حين لطلاب كلية العلوم قسم الأحياء في جامعة الملك خالد في البداية ما هي الحبليات الكورداتة كورد يعني حبل فكورداتة جاية منها الحبليات والحقيقة طبعا الحبليات يعبار عن شعبة يسموها فيلم فيلم كورداتة أو الشعبة الحبليات هي آخر شعب المملكة الحيوانية اللي يسموه كينج دام أنيماليا يعني مملكة علم الحيوان أو المملكة الحيوانية أو عالم الحيوان وتالي في الترتيب شعبة الجلد شوكيات آخر شعبة في اللافقريات هي شعبة الجلد شوكيات تليها على طول شعبة الحبليات الحبليات طيب الحبليات تضم شعبة الفقاريات الحيوانات الفقارية الحيوانات التي لها عمود الفقاري البرتبرال كولامن وهي المجموعة التي ينتمي إليها الإنسان تبقى فعلا شعبة الحبليات شعبة جبيرة جدا لأنها تضم شعبة الفقاريات الحبلي الزاري طبعا ده فايدته عملية الدعامة زي الموجود في الحبليات الأولية نكلم عليها الوقت أو حتى لما يتحول يبقى عمود فقاري برضو لتدعيم الجسم في البداية تنقسم المملكة الحيوانية أو عالم الحيوان كينج دم أنيماليا إلى سلاسة تحت ممالك يعني أول واحدة اللي هي تحت مملكة الأوليات تاني واحدة تحت مملكة نظائر البعديات والأخيرة اللي هي تحت مملكة البعديات يعني أنا عندي كينج دم اللي هي مملكة الأنيماليا أنيماليا اللي هو مملكة علم الحيوان أو عالم الحيوان أول تحت مملكة اللي صب كينج دم بروتو جوة اللي هي الأوليات تحت مملكة الأوليات. تاني واحدة اللي هي تحت مملكة النزائر البعديات أو البارة زوة ورقم ثلاثة اللي هي تحت مملكة البعديات أو سبق نضم ميتة زوة اللي هما حاليا بيضموا البارة زوة للميتة زوة الحقيقة للمملكة الأوليات تشمل مجموعة من الكائنات زي ما تعرف أكيد في السنوي اللي عبارة عن جسمها عبارة عن خلية واحدة جسمها غير مقسم وذلك ساعته يسموها A-Cellular Organisms يعني كائنات غير خلوية لا خلوية ليه؟ لأن جسمها عبارة عن واحدة واحدة بتقوم بكل الوظائف الحيوية لهم بها أي جسم كائن كامل زي البلانتديوم البراميسيوم الأميبة الانتميبة تريبانيسومة كل ده جسم كائن كائن واحد يتكون من خلية واحدة أو وحدة واحدة غير مقسم طيب الاختلاف ما بين مملكة الأوليات تحت مملكة الأوليات وتحت مملكة نظار البعديات نظار البعديات أصبحت مجموعة من الكائنات عديدة الخلايا مش خلية واحدة تنتظم هذه الخلايا في طبقة تاني تحيط بتجويف معدي لكنها تفتقر لوجود أي أجهزة متميزة في طبقة تبقى مجموعة من الخلايا هذه مجموعة من الخلايا تنتظم على غشاء كده موجود وتصطف مع بعضها البعض دي طبقة في كمان مجموعة تانية من الخلايا برضو نفس الكلام تصطف على غشاء وموجودة جمع بعضها ده طبقة من الخلايا وده طبقة من الخلايا طالما أنها مجموعة من الخلايا تقول عليها طبقة لكن لو أنت عندك بيفصل مثلا ما بين الطبقتين دول مجموعة منطقة فيها هلام المتوسط بسمون الميزوجليا ده بسموها طبقة الهلام المتوسط أو الميزوجليا يبقى أنا عرفت إمتى أقول طبقة إذا كانت مجموعة من الخلايا إمتى أقول طبقة إذا كانت مجموعة من الخلايا لكن لو هي نسيج هلام كده هلام مادة هلامية أقول عليها منطقة ولا ومقولش عليها إيه طبقة يبقى طبقة من الخلايا طيب جسم النظائر البعديات إيه جسم النظائر البعديات بيتكون من عديد من الخلايا طيب خلاص إيه مش خلايا واحد طيب هذه الخلايا تنتظم مع بعضها في طبقتين مش ثلاثة تحيطان بتجويف معدي فيها تجويف معدي جواه لكنها تفتقر إلى أجهزة متميزة مفيش فيها أجهز حضمي مفيش فيها أجهز تناسلي مفيش فيها أجهز تنفسي يبقى لا يوجد بها أجهزة متميزة لكن الخلايا هي اللي بتقوم بكل الوظائف مع بعضها البعض زي المثقبات اللي قلنا عليها الوقت ضموها كشعبة بسماء البوريفرز ما ناخد الوقت في تقسيم الحديث تحت مملكة البعديات رقم ثلاثة رأس الجسم أصبح يتكون من عديد من الخلايا لكن بأجهزة متميزة هنا ما كانش فيه أجهزة متميزة أصبح هنا فيه أجهزة تنفسي لحاله جهاز الهضمي لحاله جهاز العصبي أصبح فيه جهاز فيه أجهزة مختلفة بتؤدي هي جميع الوظائف الحية وبالتالي أصبح هنا تآذر عصبي لكن هنا لا يوجد تآذر عصبي يبقى أنا عندي هلوقت خلية مجموعة من الخلايا متشابهة هتديك نسيج الأنسجة مع بعضها هتديك عضو الأعضاء مع بعضها هتديك جهاز الأجهزة مع بعضها كده بتديك جسم الكائن الحي اللي بيقوم بكل الوظائف الحيوية جسمها بيكون من كم منطقة من ثلاث من كم طبقة من كم طبقة ثلاث طبقات هنا كان فيه الإكتوديرم والميزوديرم الإكتوديرم سوري والإندوديرم هنا بيبقى فيه الإكتوديرم والإندوديرم والإكتوديرم وبينهم الميزوديرم هناك ونقولنا على منطقة الميزوجلية لكن هنا أصبح فيه الميزوديرم يبقى هنا الجسم عبارة عن ثلاث طبقات هنا جسم طبقتين الطبقتين اللي هم الإكتوديرم أو الإكتوديرم الطبقة الخارجية والإندوديرم طب هنا عبارة عن كم طبقة ثلاث طبقات الإدوديرم والإكتوديرم و الميزو ديرم بدل منطقة الميزوغليا و منطقة الهلام المتوسط ده الرسمي وضح لك شعب المملكة الحيوانية المتعددة عندك الاسفنجيات و عندك اللاسعات و عندك الددان المفلطاحة و عندك الخيطية الددان الخيطية نماتودة عندك الددان الحلقية عندك مفصلات الأرقل عندك الرخويات و عندك الجلد الشوكيات آخر شعبة من شعب اللافقريات بعد كده نبدأ ندخل على الحبليات اللي فيها شعب عيبة الفقريات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته